تشتد الحملة الشعبية على حكم الاخوان المسلمين الذين تتهم القوى السياسية المصرية بسرقة السلطة في غفلة من الغضب الشعبي ويفرغون اليوم لاقصاء شركائهم في الوطن الواقف على مشارف غضب جديد يأتي على ما سرقوها لا يبدو الاخوان المسلمون في مصر مستعدين لابداء اية مرونة فعلية انتجاه قوى المعارضة التي كسرت الجرة مع حكم تقول انها خبرت اكاذيبه المتتالية وتنكره لكل عهد قطع وفي هذا السياق دعا تحالف القوى الثورية المصرية الشعب للاحتشاد في ميدان التحرير وميادين مصر كلها اعتبارا من يوم الجمعة المقبل للبدء بما سموه موجة ثورية جديدة تصحح اخطاء الماضي وتستمر حتى الاطاحة بنظام الاخوان المسلمين وكل من يعمل على دعمه دعوة التحالف للتظاهر تأتي في اطار الرفض لاية انتخابات برلومانية يدعو اليها الاخوان واصفين اياها بالمسرحية الهزرية فيما يشترطون الاحتكام الى انتخابات رئاسية مبكرة تعيد الى كافة القوى السياسية احجامها الطبيعية السفيرة الامريكية ايضا كان لها نصيبها من انتقادات قوى التحالف التي طالبتها باحترام ارادة الشعب والكف عن التدخل في شؤونه ينسحب الامر نفسه على المرشح الانتخابي السابق للرئاسة المصرية احمد شفيق الذي ادل بدلوه ايضا فشن هجوما حادا على جماعة الاخوان المسلمين واصفا اياهم بالمرض السرطاني الذي تمكن من الجسم المصري ويتطلب علاجا قاطعا لاستئصاله شهور قليلة من حكم الاخوان اسقطت دعاءات سياسية وفكرية واجتماعية طالما طلط خلفها هؤلاء في سعيهم للانقضاض على السلطة التي تركتهم عراتا امام الشعب ولما يشعروا بعد بالبرد